لا عارفين ننظم ولا عارفين نعمل ولا عارفين ان احنا نعمل اي حاجة في اي حاجة وكلامنا بيتقال وصحفة المغربية زي ما حضركم شايفين رئيس الكاف يعني ادخاله حضركم انفنتينو مثلا من شوفنا النهاردة في نهاية دولة الابطال نازل يسلك ما بين يورجين كلاب وبين بوشتينيو مثلا ولا رئيس نادي ليفر بول ورئيس نادي توتن هام بدينزو مرعب تخنقه علشان الفور ما كانتشغل ولا علشان خاطر مسلا كرة تلعب برة او كرة عدة الخط ولا 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 يعني يا جماعة يعني يا جماعة يعني يعني ما ينفعش يا جماعة جماعة السانية ستة عشرين رات ضرب الجزاء لليفر بول ولا حد فتح بوق يا جماعة ولا حد قال ضرب الجزاء ولا مش ضرب الجزاء ولو حتى جماعة مش ضرب الجزاء والحاكم حسبها عمره ما حد يتكلم يا جماعة ماتش الستي وتوتن هام جول الستي في آخر دي يا جماعة جول الستي في طولة بملايين في ألقاب بالملايين في إنجازات بالملايين وتاريخ والحاكم لها الهدف للستي ولا حد يتكلم يا جماعة لكن يا جماعة إيه اللي إحنا بنشوفه ده يا جماعة قدومنا في كورة الأفريقية ده بصراحة حاجة تحزن حاجة تدايق أنا والله يا عمري ما أتكلم على أهلي بس باتكلم على أهلي وزمالك واسماعيلي وكل أمدصي المشاركة بكلم على منتخب مصر بكلم على حقامنا اللي موجودين في أفريقيا يا جماعة لازم يكون لنا ضهر قوي في اتحاد الأفريقي بس بالحق عمرنا ما هنتكلم بالباطل عمرنا ما هنتكلم بحاجة مش من حقنا لكن حقنا يا جماعة من أول ماتش الأهلي والترجل اللي كان في تونس إنك لازم يتاخد قرار يعني إيه جماعة اللي كان بيحصل ده يا جماعة يا جماعة حصل الاحباس مش عايز اتكلم عليها وكلنا عارفنها وكلنا عارفين لكن انبالح ينزل انزل رئيس الاتحاد الافريقي ينزل بنفسه ارض الملعب علشان يفضي ما بين رؤسات قندية وحاكم المباراة يكون كده يبوض مباراة ولا حد هيعاقب ولا حد هيقض معاه القرار ولا حد هيعمل اي حاجة يعني هي جماعة الفار مش شغال يا جماعة يعني الفار مش شغال يعني الفار شغال في المباراة والمباراة تانية مش شغالة وجون تقول لي اوفسايد ومش هرجع للفار. طب مش ترجع للفار ليه? والفار ايه مشكلته يا جماعة? يا جماعة لازم القرى الافريقية والله ما هتطور طول ما هي كده. طول ما احنا بنفكر بالعقلية دي وطول ما احنا عندنا الشكل اللي موجود جواه مش هايز اتكلم اقترب من كده عمرنا ما هنتقدم وعمرنا ما هنحقق انجزات. فيه انجزاتنا في كاس العالم. فيه انجزاتنا في كاس العالم للشباب هو كان يعني كانت غانة شوية هي اللي كانت يعني بتعمل إنجازات في كاس عالم الشباب عشان قطر معظم لعبتهم محترفين لكن يا جماعة احنا عندنا المسابقات والنظام اللي موجود كله غلط في غلط يعني يا جماعة احنا بنتكلم على بطولة أفريقية في شهر واحد لسه معدلينها شهر سفتة وبعدين ايه قلنا نحطها في السنوات الفردية مش في الزوجية علشان لا تتعرض مع أمم أوروبا ولا تتعرض مع كاس عالم طفين الكلام ده كان من زمان ما حدش بيطور يا جماعة كله بيجي يقعد على الكراسي وبيدور الدنيا وخلاص الدنيا كنت ما شاهدت أنا هاجة أدور مع اللي بيدوره لكن ايجا انا اطور الكورة وحاول ان انا اعمل كورة أفريقية وطفرة كبيرة جدا زي ما هي موجودة في أسيا جماعة بطولة أسيا والبطولات في أسيا حاجة حاجة تفرح الملاعب بقى والحكام والطيران اللي موجود وهنا 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 انا بتكلم في المقارنات طبعا احنا للأسف للأسف عندنا أحسن لعيبة موجودة في العالم اللعيبة الأفرق هم أحسن لعيبة موجودة في العالم زي ما قلت حضركم تاني هتلاقي في أي فريق تلاتة أربعة لعيبة أفرق هو في ليفربول مين اللعيبة المتقلقين ساديو ماني من السنغان محمد صلاح مصري أفريقي طيب مين هدفين الدوري الإنجليزي أوبوميانج أفريقي ماني أفريقي محمد صلاح أفريقي دولة ثلاثة طيب هنروح فين هنروح للدوريات تانية إيطاليا هنلاقي لعيبة أفرق هنروح أسبانيا لعيبة أفرق هو توماس فارت يا جماعة لعب أتلكم هذه اللي مانشستر عايزه دائيه ولا لعيبة اللي من أصول أفرق ولا لعيبة العرب اللي موجودين طبعا حكيم زياشي اللي موجود حصل لعب في الدوري الهولندي واللعيب اللي تقلق مع آيكس عم السردام لكن للأسف للأسف جماعة الكرة الأفريقية بتتدهور من وقت للتاني وأنا شايف أنه لازم يكون فيه قرارات حاسمة وراضعة لأي حد لأي حد يعني يكون سبب في تدني الكرة الأفريقية يكون سبب في تأخر الكرة الأفريقية نتمنى أن بطول الطلاقة الأفريقية اللي موجودة في مصر نتمنى أن هي يكون يعني انطلاقة حقيقية لمطولة قوية ونجوم أقوى وتحكيم واستخدام تقنية الفار وملاعب وجمهور وكل شيء علشان نشوف حل نشوف الكرة الأفريقية إيه المشكلة فيها حال المشكلة في الاتحاد حال المشكلة في الناس اللي موجودة حوالين رئيس الاتحاد الأفريقي حال المشكلة في اتحادات البلاد أنا ما أعتقدش أنا أعتقد إن المشكلة دايما في التحيز التحيز للاتحاد على حساب اتحاد آخر عمرنا ما شفنا اتحاد الأوروبي يا جمعة بيانحز لدولة على حساب دولة أنيالي بجبروتو رئيس نادليهوينتس ورئيس طبعا رئيس رابطة الاندية الأوروبية ولا يجرؤ ولا يقدر يتكلم مع رئيس الاتحاد الأوروبي على حاجة مش من حق ويقدر يتكلم ما يقدرش يتكلم أن يالي